السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا وسعين بكم جميعا في هذا الفيديو سأتكلم عن مادة الاجتماعيات بما تسمى التاريخ والجغرافيا هو أنه في الباكالوريا في مادة التاريخ والجغرافيا ما لازم اشتبدأ مباشرة تحفظ لازم تعرف كيف يجي الموضوع التاريخ والجغرافيا واش هي المنهجية اللي لازم علي أني نعتمدها في الإجابة إلى خير ذلك نبدأ على بركاته لا يجب حفظ مادة التاريخ والجغرافيا منذ بداية السنة ما لازم اشتعى بروحك منذ بداية السنة وانت تحفظ من سبتمبر وانت تحفظ في مادة التاريخ والجغرافيا حتى لشوان بزاف عليك هكذا عقلك لا يستوعب العبرة ليسة بعدد ساعات الدراسة هذه لازم قاعدة تمشوا بها في حياتكم ما يعنيش اللي يقرأ بزاف رح يديم لي طالبة قرأوا بزاف وصهروا ليلي وجابوا غير ربعطاش وطالبة كان المجود تحم اقل من الاخرين وجابوا 16 فهنا تدخل عملية الدراسة بذكاء وهذه اللي ديما نوصي بها الطالبة انك تدرس بذكاء وان شاء الله راح نشرح لكم وش معنتها انه تدرس بذكاء في قادم الايام لا يجب حفظ كما قلت لكم التاريخ والجغراف منذ بداية السنة بل يجب معرفة البرنامج الخاص بك انك تعرف البرنامج التاعك بل اضافة ايضا تنظم الملخصات ونعطيكم ان شاء الله تعالى ملخصات تقرأوا عليها يعني تحفظوا عليها بالاضافة ايضا توجد الشخصيات التواريخ مصطالحات هكذا به تبدأ تحفظ مباشرة ونوصيكم ايضا لما تبدأوا تحفظوا الدروس احفظوا معهم المصطالحات لانه ما تقدرش انتر مصطالحات تحفظهم من فردين وايضا الدروس وحدهم لا لا احفظ دروس ومعهم المصطالحات لانه المصطالحات تقدر تحفظهم من خلال الدروس هكذا به ما تتعبش اروحك ايضا التواريخ تقدر تحفظهم من خلال الدروس تكتعود تحفظ مثلا في درس الاستراتيجيات الخاصة بكل معسكرية يعطيك استراتيجية المعسكر الغربي مبدأ ترومان في 12 مارس 47 هنا الدجارك تحفظ في الدروس وكتحفظ في التواريخ وكتحفظ في المصطالح تعمى ترومان مبدأ ترومان تابقنا الجغرافية تعتمد على الجانب التطبيقي اكثر من النظري مثل ذلك التعليق على الجدول هذا ما هو اشتاع حفظة رأي منهجية لازم تعتمدها في الإجابة رسم الأعمدة البيانية رسم الضوائر النسبية رسم المنحنة البيانية هذا هو براتيك تعين الدول على الخارطة ثالثا نتعرف على منهجية الإجابة في التاريخ نبدأ بمادة التاريخي طالبا الإجابة على الشخصيات وهي كالآتي ذكر الجنسية والمنصب هل هو وزير أو رئيس وأهم أعمال ولا يهم ذكر تاريخ الإزدياد ولا الوفاة ولا فترة الحكم هذا كامل ما تذكرها مش تذكر إلا الجنسية والمنصب وأهم أعمال فقطا متراش أنت ترى تعيي روحك تذكر الوفاة وتذكر الإزدياد وحتى المصح حتى الباكالوريا وما يعرف شوك تذكر ترومان ووقت توفف ترومان فبالتالي لا يديرهم إده الإجابة على الخارطة في التاريخ كالآتي عنوان بين المفتاح والتوقيع في التاريخ ما كانش بزا في خرائط الإجابة عن المصطلحات سواء كانت في التاريخ أو الجغرافية يكون التعريف خاص بهم في سطرين ولا تكثر الكلام يتم إعطاء المفيد فقط مثال ذلك تعريف الحرب الباردة هي صراع أيديولوجي معنتها إيديولوجي معنتها صراع فكري بين المعسكرين بين الرأس مالية والشيوعية الرأس مالية بالنسبة للمعسكر الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والشيوعية بزعامة الاتحاد الصوفيتي وهو ما الشرق استعملت فيه كل الوسائل للمواجهة العسكرية يعني لم تندلع مواجهة عسكرية بينهما أرابي يعني التعليق على الجدل في الجغرافية يكون على شكل عناصر يعني مطات ما لازمش تدير على شكل فقرة ودير أربعة مطات الرسم عليه زوج والتعليق على الجدول عليه زوج أربعة نقاط هذو تقدر أنك غضوة عندك الباكتري فيزيهم اليوم وغضوة لو تعاكم تدير أبعا قطة في الجغرافية عندك كلمات المفتاحية اللي يزم عليك أنك تديرهم في التعليق على الجدول تابعين تفوق احتلال المراتب الأولى إلى خير ذلك الإجابة على الخريطة في الجغرافية العنوان المقياس والمفتاح والتعيين هذا راه هو واضح الجغرافية رأي فيها مجموعة من الخرائط وإن شاء الله تعالى أضعها لكم تدريجيا يعني التحذير لمادة الاجتماعية ما يبدأش من الآن لأنه مزال عندكم الوقت تقدروا تبدأوا حتى عطلة الشتاء اللي يحب يبدأ بكري يبدأ من عطلة الشتاء اللي شايف روحوا أنه ذقيل في عملية الحفظ أنه يبدأ من عطلة الشتاء يحذر في مادة التاريخ والجغرافية هذا بالنسبة لمعاملهم أربعة لشعبة الأداب وفلسفة وشعبة التسير واقتصاد أما باقي الشعب معامل زوج ما لازمش عليك أنك تعطي لها الحجم السيعي كبير وإنما تعطي لها قد روحها تفقنا معامل زوج أما اللي لازم عليك أنك تركز عليهم هي المواد الأساسية مثل شعبة علوم تجربية هي السيونس المات فيزيك والتاريخ والجغرافية ما تخوفكش على عكس المادة العلوم اللي لازم عليك أنك تدير معها مجهود هي والمات والفيزيك الإجابة قبل للإجابة على الوضعية الإدماجية هي الإجابة على الخارطة عندك العنوان المقياس والمفتاح كما قدت لكم خامساً الإجابة على شكل عناصر في الوضعية الإدماجية سواء في التاريخ أو الجغرافية يعني الوضعية الإدماجية في الباكالوريا ما لازمش عليك أنك تدير على شكل فقرة حذري رAHINE ما تصححشا الوضعية الإدماجية تأك لأنها هكذا راح تعب الأستاذ في عملية التصح وإنما على شكل عناصر تجيب على سؤالين دير مقدمة تاعك في السطرين بعدها السؤال الأول اكتب مثلا أعطيتكم مثال أسباب الحرب الباردة ست مطات سؤال ثاني دور حركة تعد منهيز في تخفيف السراع في تخفيف السراع بين المعسكرين ست مطات والخاتمة هذا مكان هكذا الجيل الوضعية الإدمانية سادسا حل البكالورية السابقة يا طلبات ساعدكم بزيف أنك تدي علامة جيدة صدقوني في مادة الجغرافية والله غير المصطلحات راه يتتعاود من دوميلويت الدوميلفندو مكان حتى حاجة جديدة كل شهر هو يتعاود يعني انتقيت حل المواضيع من دوميلويت حتى الدوميلفندو في مختلف الشعب مش تمثلا شعبة الأدب وفلسفة ما تقدشت حل تعشوبة علوم تجربية لا نرمال حلهم عادي المواضيع تواحهم حل جميع الشعب عندكم سابعا التركيز في التاريخ على الشخصيات والتواريخ والمصطلحات المهمة عندكم الشخصيات الأمريكية شخصيات صفيتية شخصيات جزيرية شخصيات حركة عدم حياز والشخصيات الفرنسية وكان بعض الشخصيات تندرج من الفصل الثالث إن شاء الله تعالى في هذه الأيام نبدأ أنه نحط تدريجين الشخصيات والتواريخ والمصطلحات والدروس والخرائط نذهب إلى موضوع التاريخ في الباكالوريا يكون فيه مصطلحات تواريخ شخصيات قادر أنه موضوع التاريخ ما يجيوش فيه خرائط يعطيكم غير المصطلحات والتواريخ لا بيبار أنه في المواضيع تكون مصطلحات وتكون تواريخ وشخصيات في شعبة العلم التجربية قادر أنك تلقى العكس أنك تلقى في الموضوع الأول شخصيات الموضوع الثاني ما تلقى الشخصيات تلقى تواريخ وقادر في كلا الموضوعين تلقى تواريخ تواريخ فبالتالي أرجع للباكالوريا السابقة فقط أنك راح تزيد تدي فكرة كيف يجي موضوع تاع الباكالوريا في مختلف الشعب وضعية الإدماجية أنه موضوع تجي في حرب باردة وموضوع ثورة جزائرية هذه عندكم المصطلحات بالنسبة للجغرافية عندكم الخرائط والرسم البياني قادر في الجغرافية لا يعطوكم رسم خرائط يمدلكم مصطلحات يمدلكم رسم بياني والتعليق على الجذول يعني التعليق على الجذول عليه زوج والرسم عليه زوج والمصطلحة عليهم زوج ست نقاط تبقى ربعا قتل الوضعية الإدماجية نصيحة هي احتياطية وقت الفراغ هذه لازم عليكم أن تتديوا بهذه النصيحة من المهم فرض نمط حياة صحي لتحسين المراجعة لا حاجة إلى مراجعة أيام وليالي ما لازمش عليك أنك تكتل روحك هكذا راح أنك تهلك بزاف الذاكرة تحك إذا كنت تقتل نفسك سوف تحصل على متاعب بشكل أسرع وأنك تفقد التركيز يجب الاستراحة لبضع ساعات في عطلة نهاية الأسبوع أنك تمارس الرياضة تنزم على الأصدقاء إلى خير ذلك الشيء الرئيسي هو فك الضغط على نفسك وتغيير الروتين ما تبقاش في نفس الروتين ما يعنيش أنك عندك باك ما تدير ويلو في حياتك دير حياتك نورمال وإنما نظم وقتك فقط نتمنى أنكم تدي تحوصل حول مادة التاريخ والجغرافيا كيفية جيف الباكالوريا وشاء الله تعالى في قادم الأيام راح تزيد وتفهموا أكثر وأكثر بإذن الله تعالى مادة التاريخ والجغرافيا تصدقوني من أسهل المواد على الإطلاق شعبة العلم التجريبية وشعبة اللغات وشعبة التقنية ألتا وبالمواد الأساسية وبعد يدلها ربي يطريك في التاريخ والجغرافيا شعبة الأدب وفلسفة أبدأوا بمادة الفلسفة ريفيزيو تدريجيا أبدأوا أيضا في مادة اللغة العربية أيضا مادة أساسية بالنسبة لشعبة الأدب وفلسفة اللغات اهتموا بالفرنسية والإنجليزية والألمانية وكل واحد وشعبة اللغة الثالثة كلم دير طليانية كلم دير ألمانية إلى خير ذلك كلم دير إسبانية أتمنى لكم التوفيق والنجاح دجاركم في شهر أكتوبر وأن العطلة الخريف راهي في 27 أكتوبر تمتد حتى لستة نوفمبر عشرة أيام هذه يعطاوها لكم من أجل المراجعة للفروض لأنه بعد من أنه توليوا من عطلة الشتاء عطلة الخريف مباشرة تدخلوا في عملية الفروض اختبارات راهي في شهر ديسمبر يعني أنه الحالة راهي تجري غمض عينك تلقى الباكجة تلقى راهك في الجانب